طبعا رئيس اتكلم النهاردة عن ما يواجه الامة المصرية من محاولة تشكيك ومحاولة بناء حائط من الاحباط وشائعات وما يجري محاولة فصل الشعب المصري عن احلامه وعن المشروع الوطني انا دايما بكلمه كلمة مبارع عن المشروع الوطني وبقول اخشى ما اخشى ان احنا نبتعد بازهننا وبقلبنا عن المشروع الوطني تحت يعني مقصلة الغلاء والاسعار وغيره اللي محدش يقدر ينكرها على الاطلاق لكن خلينا ننتبه انه في ناس بتخطط وده ليس كلاما يعني في ناس بتخطط لمحاولة الاقاع بمعنويات الامة وخفض معنويات الامة من خلال نسج شائعات مغربة اخر شائعة واشتغلت عليها مع حضراتكم هنا اللي كانت عن بيع قناة السويس او تأجيل قناة السويس والعقد اللي كان يتناوله مجموعة اهل الشر في محمود وهبة في امريكا والاخرين نهاية طرفية المرتبطة به في تركيا وفي لندن من محاولة التشكيك والتشويه للقيادة ويقطعه من كلام الرئيس في مناسبات عدة وانا قلت اللي حضرتكم هذا الكلام يعني اول ما سمعت هذا الفيديو اللي مجمعينه قلت كل الكلام ده نسمعه طوال كده انا يعني قلت كل هذا الكلام كل عبارة الرئيس قالها انا سمعتها في مناسبة ما كلمة ربعمائة مليار كلمة مدبولي كلمة قناة السويس كلمة الايراد كلمة مش عارة مين كلمة مين كل الكلام ده وحتى قلت لزميلة احنا بنسمعه تقولهم هذا الكلام كل العبارات دي انا شخصيا حضرت مناسبات قيلت فيها ومن ثم ده متجمع ومتقطع بشكل فيه نوع من الكلفة الزيادة والحرافية الا انه اي عائل في اعلام في اولى اعلام هيعرفه هيعرف نوع متفابرك الرئيس النهاردة تكلم وعرج على هذا وقال يا جماعة الشائعات وقناة السويس وقطعوا الكلام وقالوه عشان بس ننتبه ونروح بسرعة للمربع الواعي نسمع الرئيس هي الحرب بتاعت الانهاب خلصت طبما لغاية دلوقتي فيه حجم من الشائعات والاكاذيب والافتراءات غير طبيعي اخرهم الكلام اللي تقال خلال الاسابيع التالاتة اللي فات ولا الشهر اللي فات لما تقال ان قناة السويس وكلام يعني يعني انا عارف ان المصريين منتبهين لده ومش هيستدقوا لكن تقال كده تقال ان احنا بنفكر نبيع قناة السويس وفيه عارض مش عارفين فيه حتى عملولي عملولي يعني جمعوا كلامي ده وعملوا منه فيلم كده وخرجوه على ان احنا الكلام ده انا قلته اه محمد قالك بتريليون دولار الموضوع هيتباع بايه بتريليون دولار هنبيع القنال بغض النظر عن الكلام دوات كارقام وكده انا عايز اقول هتفضل العملية عملية محاولة عرقالتكم مش انتو بس كلنا مصر مستمرة وحتستمر شكرا للمشاهدين